مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض ملامح تقرير صدر عن البنك الدولي تقرير البنك الدولي كان تحت عنوان الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر يدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية ويرفع مستوى معيشة المواطنين بمعنى آخر أنه عندنا إسكان اجتماعي أخضر الدولة بتعمله بيتضمن مجموعة من المؤشرات الإيجابية حول طبيعة هذا الإسكان التقرير الصدر من البنك الدولي أوضح أن مصر بتتبنى برنامج وطني للإسكان هذا البرنامج بيرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان اللي بيتم إنشاءها على الطبيعة خلينا نتكلم بشكل أكثر تفصيلاً معنا على الهاتف الدكتور مجدي علام الخبير البيئي اللي هيكلمنا عن تفاصيل هذا المشروع وكيف يمكن قراءة تقرير البنك الدولي وكيف يمكن أيضاً أن نستغله صباح الخير دكتور أهلاً بحضرتك صباح الخير رهي ومشاهدة كيف يمكن أن أستغل تقرير البنك الدولي عالمياً يا دكتور في التسويق للقضية المصرية بشكل عام ولجهودنا في مكافحة التغييرات المناخية وطبعاً يعني الحقيقة الاقتصاد الأخضر له أنواع عديدة تقريباً كتا قطاعات رئيسية واحد من أهم هذه القطاعات هو قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية وهو تقريباً القطاع القائد لما يطلق عليه يعني صداقة المناخ وليس إفساد المناخ وصداقة المناخ في العمران تسمى العمارة الخضراء وهذه العمارة الخضراء تفكرنا بالبيوت العديمة بتاعتنا إن كان موجود السور والبيت وبعدين فيه فناء مختوح فناء المختوح ده طول النهار شمس وهوى تحي دون تكييفات ثم في نفس الوقت يبقى فيه زي بلكون أو شباك وكاتر شبابيك قبل كده كبيرة من شبابيك صغيرة بحيث إنه هو يخليك متصل بما يطلق عليه النظام الجوي الصحي والسهي في نفس الوقت هذه العمارة الخضراء تخفض من استهلاك الطاقة تعتمد على الطاقة الشمقية وليس طاقة الأخورية من فحم والبترول وغيرها وتعتمد أيضا على ما يطلق عليه إعادة تجوير المخلفات يعني ما تولعش جدالة تكفيها مكان هذا المكان بيجي شخص أولا بنفسره لجزئين يعني جزء خاص بالمخلفات العضوية دي تتحاول نسمد عضو والأجزاء النشفى كلها ورق وإزاز وبلاستيك ومعادل بتروح لمصانع أخرى وتوفر عليه استراض مواد جديدة من الخارج فالعمارة الخضراء هي نموذج ناجح لصداقة البشر مع الملاخ ومع البيع وفي نفس الوقت حفاظا على الموارد السبعية للجول سواء هذه الموارد أراضي سواء هذه الموارد مياه لا تستهلك بطريقة فيها إصراف وفي نفس الوقت تنقية للسرع بحيث أنها لا تتحول ما حصل في بعض الأماكن إلى أماكن القائد كمانا ولكن تبقى مصدر للصحة والمياه السليمة وتخفص على محطات مياه الشرب تكلفة معالجة المتر المكاعدة نحن لما بنلوث بيجي محطة المياه تتكلف تكلفة بيرة جدا عشان ترجع المياه إلى أصلاح وبالتالي العمارة الخضراء تراعي أواءا نقيا نياها نقية طربا نقية أشجار تحمي من الحرارة وتعطي تمارا وتعطي زرلا وفي نفس الوقت قد تكون هي حزام أخضر الحزام الأخضر للحزام الأخضر يحمي من التصحة ويحمي من الرمال والأسربة ويخفص الحرارة عن المدن خصوصا مدينة القاهرة والعواطن الجديدة لأن مصر دولة تمتمي إلى النظام الصحراوي أكثر منها إلى النظام إذن يدعو كل مذاكات يمكن يعني هي الأسس اللي بيرتكز عليها البرنامج الوطني للإسكان القائم على البناء الأخضر هو ده الأساس البناء الأخضر يعني الحقيقة نموذج مصري جيد جدا يضاهي أحدث نظم العمارة في الخارج وفي نفس الوقت يحافظ على السراث المصري في تصميمه وفي معيشة الإنسان المصري وفي نفس الوقت يعطي نقاء للبيئة ويعطي صحة بالمشهر خصوصي نحن بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مجدي علامة الخبير البيئي شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر